اهلا بكم مشاهدين الكرام هذا البرنامج الجديد بعنوان تاريخ المبكر للإسلام أول ما سيتبادر للدين سؤال عن تاريخ المبكر للإسلام أليس معظم المتقفين وحتى الناس البسطة في بلادنا يعرفون هذا التاريخ؟ تعلمناه في مدارسنا، وسمعناه من شيوخنا، ورددناه في مساجدنا ألا توجد مئات بل آلاف من المراجع الإسلامية تتحدث عن هذا الموضوع؟ سيرة ابن إصحاق، سيرة ابن هشام، السيرة الحلبية، تاريخ طبري، تاريخ مكة للأزرقي، الأصنام لابن الكلابي، واللائحة طويلة نعم، كل هذه المراجع موجودة، لكنها ليست مصادر أصلية ليكون البحث علمي دقيق، يجب الاستعانة أولاً بالمصادر الأصلية فالمراجع المتوفرة في المكتباتنا الكثيرة ليست من صاحب النص نفسه أو ما نسميه بالأوتوغراف، أي خط يد صاحب النص فالرسول أو الصحابة على سبيل المثال لم يتركوا لنا نصاً بخط أيديهم الغريب أننا حافظنا على شعر من لحية الرسول، ولكن لم نحافظ على مصحف من عهد الصحابة فكل ما وصلنا عن تلك الفترة الزمنية، وصلنا متأخر عن هذا التاريخ المبكر بقرنين من الزمن على الأقل قد تتساءل عزيزي المشاهد وما العيب في ذلك أقول لو كانت هذه المراجع قد اعتمدت على وثائق تعود لتلك الفترة ما كنت لأقدم هذا البرنامج من أساسه فهذه المراجع اعتمدت على ما هو موجود حين تدوينها من أخبار ورواية شفاهية فالرواية الشفاهية تصدأ وتتآكل مع مرور الزمن بمعنى أن ناقل الرواية ينقل بحماس روايته فيقع في فخ الزيادة والنقصان من أصلها دون أن يشعر وكما تعرف عزيزي المشاهد ونحن صغارا لعبة الهاتف المقطوع يمكن أن تخبر أي أحد برواية ما فينقلها لغيره وبانتقال هذه الرواية من شخص لآخر في نفس الفترة الزمنية تتغير فيضاف إليها أو ينقص منها فما بالك إذا دخل عليها عامل الزمن فالموضوع يدخل عليه حتما عامل الإشاع ولهذا تكون الوثيقة المكتوبة أقرب للحقيقة من الرواية الشائعة وفي ظل غياب المصادر الأصلية العربية يمكن التساؤل هل عندنا وطائق تاريخية كافية تعزز الروايات والأخبار التي نعرفها من خلال المراجع الإسلامية؟ الجواب لا وحتى لا نكون مجحفين في حق موروتنا الإسلامي يمكننا أن نشبه هذه الروايات والأخبار في المراجع الإسلامية بمنجم من الدهب نخرج منه آلاف الأطنان من التراب للحصول على حفنة صغيرة من الدهب إذن كيف يمكن معرفة الحقيقة من خلال من خلال ما نملكه من مراجع تعتبر أمهات الكتب في هذا المجال في الحقيقة الأمر ليس بهي فالباحثون المتخصصون في تاريخ المبكر للإسلام يطلقون على هذه الفترة الزمنية المبكرة بالبلاك هول الثقب الأسود نظراً لقلة الوطائق التي تتحدث عن تلك الفترة المبكرة من الإسلام الغريب أننا لا نجد وطائق عربية تعود لتلك الفترة سوى بعض العملات والنقوش نادرة جداً بالإضافة إلى بعض المخطوطات بلغات أجنبية كالسوريانية والأرمينية واليونانية وغيرها ما وجدنا سوى بعض مخطوطات عربية قليلة تعود لنهاية القرن السابع وبدايات القرن الثامن الميلادي أي بعض ظهور الإسلام بأكثر من سبعين سنة معظمها إن لم نقل جلها للنص القرآني والسؤال الذي يتكرر باستمرار ما هي أقدم مخطوطة قرآنية في العالم وأين توجد وما هي المخطوطات التي تليها ولماذا قبلها الرد على هذا السؤال يجب أولاً أن نعرف ما هي المعايير العلمية الضرورية لمعرفة وتحليل هذه المخطوطات ومدى مصداقيتها لدراسة المخطوطات أهمية كبيرة في التأكد من تاريخية النص والمراحل التي مر منها ولهذه الغاية لازم علينا الاستعانة بثلاث معايير علمية أساسية تحلل المخطوطة من ثلاث جوانب مهمة مختلفة تكمل بعضها البعض فالمعيار الأول يعتمد بالأساس على دراسة المظهر المادي للمخطوطة الماتيريال أي المواد الأولية التي صنعت منها هذه المخطوطات من رقوق وطرق المستخدمة في صناعتها ويدخل فيها كذلك صناعة الكتب وتجليدها تسمى هذه الدراسة بعلم آتار الكتاب أو علم الكتب المخطوطة كوديكولوجي كوديكس معناها كراريس مجمعة في كتاب أو مصحف كوديكولوجية معناها بكل بساطة علم لم تكن هذه المادة العلمية موجودة قبل القرن العشرين فأول من أسسها وذلك سنة 1944 هو المؤرخ الفرنسي شارل ساماران وكذلك الأكاديمي الفرنسي الفونسو دايان صاحب كتاب المخطوطات لمانسكري الصادر سنة 1949 فقد استخدم الأستاذ الفونسو دايان مادة الكوديكولوجي خلال إعطائه دروساً في مادة علم اللغة اليونانية فيلولوجي كغيك وهذه المادة أي الفيلولوجية هي المعيار الثالث الذي سوف نحتاجه في دراستنا للمخطوطات كما سوف نرى في الحلقة القادمة يمكنكم التعليق على الحلقات سواء في صفحتي على الفيسبوك أو اليوتيوب وترك الأسئلة التي تهمكم على الخاص أو على الصفحة مهما كانت حتى لو شعرتم أنها تافية فالأسئلة التي تراها تافية قد تكون بداية طريق إلى الحقيقة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر